نعم يارا كان هناك مخاوف من رئيس الوزراء المجري بخصوص فرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا بخصوص النفط خاصة هذا القطاع الذي يعتبر حيوي ليس فقط للمجر بل وايضا للاقتصادات في الدول الأوروبية الأخرى كان هناك مخاوف من قبل المجر بأنه حتى لو سمح لها باستمرار استيراد الغاز من روسيا من خلال خط أنبيب درجبة هذا الخط الذي يمر بأوكرانيا كان يتخوف فيكتور أربان بأنه في حال حصل شيء لهذا الخط وبالتالي تتوقف الإمدادات النفط الروسية إلى المجر وإلى دول أخرى كاستوفاكيا وتشيك أيضا فكيف ستحصل المجر وهذه الدول على احتياجتها من النفط كان هناك شرط من قبل فيكتور أربان قبيل دخوله لاجتماع زعماء الدول الأوروبية بأنه في حال مررت أو وافقت أو ضمنت هذه الدول حصول المجر على النفط من روسيا بطرق أخرى غير هذا الأنبوب فإن المجر ستوافق بطبيعة الحال على تمرير الحزمة السادسة ويبدو أن هذا ما حصل بالأمس كان هناك بيان صدر من الاتحاد الأوروبي تضمن 18 نقطة هذه النقاط بمجملها تتشابه أو حصلت على موافقة كل الدول الأعضاء السبعة وعشرين في الاتحاد الأوروبي وبالتالي كان هناك تمرير الحزمة لحزمة العقوبات السادسة وأيضا لقرارات اقتصادية سياسية عسكرية تخص أوكرانيا وروسيا خلال هذا الملف الأهم الذي نوقش في اليوم الأول من القمة يرى طيب فيما يتعلق بكيفية التصدي لتبعات الحرب من ارتفاع أسعار الطاقة وأزمة الغذاء ما الذي سيناقش في هذا الصدد؟ نعم بخصوص أسعار الطاقة هناك بحث من قبل اليوم هذا الملف هو الملف الأهم ربما يكون المطروح على جدول أعمال القمة التي تتضمن اليوم الطاقة الدفاع وأيضا الأمن الغذائي العالمي ليس فقط الأوروبي الطاقة هو الملف الأهم عمليا اليوم ليس فقط لأنه يتناول حزمة العقوبات وبالتالي وقف استيراد النفط والغاز والفحم من روسيا بل وأيضا كيفية تأمين الاتحاد الأوروبي لهذه الاحتياجات لحتياجات الدول الأعضاء وهناك قرارات مررت يوم أمس أيضا ضمن البيان الخاص بحزمة العقوبات على روسيا بأن يكون هناك تضامن بين الدول الأعضاء بمعنى أن يكون هناك استيراد جماعي للنفط أو تعاون بين الدول الأعضاء كافة في سبيل تأمين احتياجات كافة الدول الأعضاء بغض النظر عن المستورد من هذه الدول وبالتالي يمكن للدول الأوروبية أن تفرض المزيد من الحزم ربما نشهد خلال الفترة المقبلة مزيد من حزم حزمة سابعة وربما ثامنة تشمل قطاعات أخرى كالغاز على سبيل المثال بالتالي قطاع النفط اليوم يناقش كيف سيتم تعويض النفط الروسي خلال الفترة المقبلة وأيضا كيف يمكن لدول الاتحاد الأوروبي السيطرة على أسعار الطاقة داخل دول الاتحاد رأينا العام الماضي بعد أن كان في نهاية العام الماضي عندما بدأت شركة غاز بروم الروسية بالتلاعب على حد تعبير دول الاتحاد الأوروبي بالتلاعب بإمدادات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي كان هناك محاولات لوضع سياسات وتكتيكات أوروبية بهدف تجاوز هذه الأزمة وبالتالي ربما نشهد اليوم محاولات لتفصيل قرار بيان الحزمة السادسة وأيضا تفصيل كيفية تعويض دول الاتحاد الأوروبي عن النفط والغاز وأيضا الفحم الروسي وبالتالي أيضا كيف يمكن السيطرة على ارتفاع أسعار الطاقة في دول الاتحاد سلام فيما يتعلق بأصداء هذه القمة ما الذي يتم تداوله هل نجحت هذه القمة أم أنها فشلت عندما نتحدث عن ثلثي صدرات النفط الروسي فقط نتحدث يعني إلى أي مدى استطاعت أن تعمق الخلافات أم أنها استطاعت أن تصل إلى نقطة ما نعم يا رقق قبيل القمة كان هناك تصريح لوزير النفط الألماني قال أن أزمة أو فكرة الحزمة السادسة ربما تطيح بالإجماع الأوروبي ولكن ما تبين خلال الاجتماع يوم أمس والقرارات التي تم تبنيها فرض حزمة السادسة من الوقبات على روسيا أوضح بأن هناك إجماع أوروبي على ضرورة فرض هذه الحزمة خاصة وأن الاتحاد يرى بأن قطيعة الدول الأوروبية مع استيراد الغاز النفط الفحم من روسيا يؤدي إلى دعم أوكرانيا من خلال محاصرة الاقتصاد الروسي وبالتالي القطيعة مع إمكانية تمويل آلة الحرب العسكرية الروسية في أوكرانيا واحتمال أن يكون هناك وقف للحرب بوريل كان قد قال يوم أمس بأن العقوبات الاقتصادية الأوروبية ستؤدي بالفعل إلى وجع في الاقتصاد الروسي خلال فصل الصيف بمعنى أننا نرتقب أن تؤثر هذه العقوبات خلال شهرين ربما على الاقتصاد الروسي الوصول إلى هذا القرار إلى إقرار حزمة السادسة هو إجماع في النهاية هناك وضح أن هناك ليس فقط إجماع بل وأيضا تفهم من قبل الدول الأوروبية لاحتياجات الدول الأوروبية الأخرى كالمجر وسلوفاكيا وتشيك خاصة لأن هذه الدول تستورد الغاز من خلال خط أنابيب وليس من خلال البحر وبالتالي أيضا تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي فكرة أن تتفهم الدول البقية احتياجات هذه الدول وبالتالي تتضامن هذه الدول أيضا مع القرار بالإجماع مع الدول الأخرى الأربعة وعشرين هي بحث ذاتها بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي هي بقاء التضامن وبقاء الكلمة الواحدة للاتحاد الأوروبي بغض النظر عن التفاصيل الأخرى هكذا يرى الزعماء سوار شار ميشيل أو حتى رئيس وزير الخارجية والأمن أو مسؤول الأمن والعلاقات الخارجية في الاتحاد يرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر